موسيقى النهاردة الحلقة الاخيرة من كورس هاو تو ازاي ت ازاي تتكلم انجلش زي الاجانب تابعوا الحلقة النهاردة لانها very very important مهمة جدا لكل حد انترستنج ان لارنين انجلش ورق وقلم وهاندي فري ويلا بينا الفرق بين اللكنة الامريكية واللكنة البريطانية في اللغة الانجليزية مبدئيا عايزين اتفق اتفاق ان الانجلش هو الانجلش سواء كان امريكي بريطاني يوز لافي هو هو انجلش واحد في العالم كله يعني انا لو اتكلمت انجلش بريطاني ناس هتفهمني sure تابل انا واحد بريطاني كلمته كلام امريكي هيفهمني تابل او انا امريكي وتكلمت بريطاني بس انا عايش في انجلترا هيفهموني تابل او انا مصري وعايز اتكلم بريطاني بس انا نصي كلامي امريكي طب لو انا بتكلم انجليزي حلو قوي بس مش مهم كل ده انا جانا دلوقتي اعمل ايه طب لو انا طب لو انا طب لو انا طب لو انا لا 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 ما تيكي نشوف هنعمل اين مرة هنشتغل ازاي نفرق ما بين الأكسنت الامريكي والأكسنت البريطاني ونشوف الخناءة اللي ما بينه ما هتوصل لحد فين في الاخر تبعوا الفديو ده الحد اخر دقيق عشان هتستفيد كتير جدا منه ما تنساش تعمل لايك وشير واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك إشعار بكل حاجة بالنزل بقولك إيه ما تنساش تركب الهند في دلوقتي حالا let's go الفرق ما بين اللهكنا الأمريكية واللاكنا البريطانية زي بالظبطة ما حد يقولك إزايك وحد تاني يقولك كيف الحال هي هي نفس السؤال بنفس الطلب بتاع الشخص ده هو بيسألك عن صحتك بس كل واحد هيسألك بلهجته أو بالبلد اللي هو منها هو كله لغة عربية فصحة ولكن كل واحد بالبلد اللي هو فيها هل أنت لما تقول التاني إزايك والتاني يرد عليك يقولك كيف الحال عندنا في بلدنا هل هو هيزعل منك عشان أنت ما قلتش مثلا لهجته أو كده لا طبعا ما فيش الكلام ده مثال تاني حد يقولك مثلا تفضل وقت مكانك أنت هتقولها في بلدك إزاي إحنا هنقولها إزاي في بلدنا وإحنا مش عارف إيه هي هي نفس الطلب بنفس الأرض اللي هو عايز يقولهولك أو عايز يعبر الحاجة اللي هو بيطلبها منك بتتقال حسب البلد اللي انت منها أو حسب الطريقة اللي انت متعود عليها أو غالبا بتتقال حسب مزاجك هو ده بالضبط كده الفرق ما بين الأكسنت الأمريكان والأكسنت البرتش بس هو ما بيبقى السمك لابن تمري هندي زي ما احنا وضحنا بشكل مبسط كده هو بيتعامل من خلال خطوات وستابس وكواعد وحاجات فانت لازم تكون عارفها كويس أو ملم بيها لو انت فعلا حد مهتم ان انت تعرف الفروق ما بين اللاكنات واللهجات عشان تتكلم اللاكنا صح بمعنى تاني هتكون فيه كلمة a word بالإنجلش هو هو نفس الإنجلش ولكن الأمريكان بيقولوها بطريقة والناس الإنجليز اللي عايشين في إنجلترا بيقولوها بطريقة تانية خالص سواء في الاسبلانج سواء في النط سواء في الكلمة كلها سواء استخدامهم لها كجرامر في حاجات كتير وفي النهاية هيجيلك سؤال جوة دماغك هيلفة نعرفها هيفضل يلف رايح جايك كده يقولك طب أنا هتكلم أمريكان ولا بريتش طب أنا هعمل إيه طب من الأفضل طب من الأحسن طب من اللي تفهم أسرع طب من الأشيك طب من الأجمل طب 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 وهكذا بص خلينا متفقيني إن أنا هجاوب لك على السؤال ده فعليا ولكن في آخر الفيديو بعد ما نكون لمينا الفروق فعلا ما بين اللكنة دي واللكنة دي وعرفنا مين فيهم فعلا الأفضلية إن إحنا نستاهل إن إحنا نتكلمه بداية هيكون عندنا أربع فروق هما اللي هنقدر نميز بيهم هل الموضوع ده أمريكان ولا بريتش أربع نقاط أول حاجة يعني الكلمات نفسها هتلاقيها مختلفة تاني حاجة يعني القعدة متدولة في البلد دي غير القعدة المتدولة في البلد دي أو بمعنى تاني هما بيحبوا يستخدموا إيه الأفضل لأن الجرامر في العالم كله هو حاجة واحدة بس يعني النطق بتاعهم للورد يعامل إزاي من هنا لهنا نمبر فور هيبقى اللي سبلينج يعني الحروف طريقة كتابة الورد نفسها حروفها عاملة زي من البلد دي للبلد دي أول ويرد معناها هتبقى في البرادش كيو في الامريكان لاين معناهم اللي اتنين صف عندنا كمان سالو تايب سكاتش تايب اللي هي المادة اللي لصقها وفيها عندنا كمان اندر جراوند و سب وي اللي هو مترو تحت الأنفاء كامستس فارماسي سيدلية كوكر ستوف اللي هو البتجاز كوكر ستوف بنتلون بنتلون تاكسي برادش كاب امريكان الكوسة بالبرادش هتبقى كوجات امريكان زوكيني الفضلات او القمامة برادش هتبقى رابش امريكان جاربيج عايز تبعط رسالة هتقول بالبرادش mail letter امريكان بوست letter لما الفطور هتجيلك وانت عايز تدفعها لو انت في بريطانيا هتقول بال امريكا هتقول check علويات اسمها sweet في برادش candy american الحزاء الرياضي اللي بتلبسه وانت بتعمل مشي بتبقى في البريطانيا اسمها trainers و sneekers في الامريكان لو انت معاياك عربية وعايز تطلع رخصة لو انت في بريطانيا هتقول get a driving license امريكا هتقول get a driver's license حابب تخرج تروح وسط البلد في بريطانيا هتقول city center امريكا داونتاون اما بقى بالنسبة للبسكوت بالبرادش اكسنت اسمه besquets الامريكان اكسنت كاكس الحفضوت بتاعت البابي اسمها في بريطانيا نابري امريكا اسمه diaper الغداء جاهز وانت عايز تجاهز الترابيز عشان الغداء في امريكا هتقول set a table اما بريطانيا lay the table قرات القدم في بريطانيا اسمها football ولكن امريكا soccer لو عايز تاخد الأسانسير في بريطانيا بيقولوا left ولكن امريكا elevator بيبي وعايزة تربيه صاحب بريديش اكسنت اسمه bring about child ولكن امريكا اكسنت raise a child وطبعا في الجو الحري دا محتاج تاخد دوش في البرادش اكسنت اسمه have a path ولكن في الامريكا اكسنت take a path تاني حاجة هناخدها في الاختلافات ما بين البرادش اكسنت والامريكا اكسنت وهو اللي هو الحروف بتاعة الwords هل هي زي ما هي ولا طياره حروف ولا زوده حروف ولا عمله ايه بالظبط تعالوا نشوف اول كلمة معنا هتقابلنا النهاردة اللي هي كلمة check في البرادش اكسنت طبعا هي كانت كده الامريكا اكسنت هم كتبوها زي ما بينطقوها بالظبط check dialogue في الامريكا اكسنت بقى اسهل كتبوه زي ما نطقوه بالظبط dialogue grey اذا برادش واده امريكا grey aeroplane امريكا وبرادش aeroplane program الحروف الزيادة اللي ما كانش لها لازمة الامريكان طياروها program color وطبعا الامريكان معروفين ان هم طياروا letter u في اغلب الكلمات اللي ما كانش بتنطق فيها letter u زي بردو هنا honor shallow letter u honor نفس الكلام بردو في lapar بردو shallow letter u lapar ومكملين بردو في الحروف المختزلة او اللي اختصروها favorite shallow بردو letter u favorite هنا الكلمات اللي كانت بتنتهي بالare الامريكان بردو هتبوها زي ما بينطقوها بالظبط لان الare ال-e في الاخر ما بتتنطقش فهم ليه خلوها re فخلوها er عكسوا الare خلوها er فاغلب الكلمات زي letter matter center هاخدنا بالنا هنلاقي ان الامريكان اكسن اغلبيتها كلام اللي بتنطقو انت بتكتبو هنا بردو كانت اصلا organize الكلمات الاخرها s-e هما ببينطقوهاش s بينطقوها organize فليل احنا ننطقها z وفي نفس الوقت نكتبها s فراحوا قلبيني الكلمة الاخر و s-e خلوها z-e زي realize organize finalize وبردو في الامريكان اكسن بينطقوها z مش z وهنيجي لتالت option معنا في الاختلافات ما بين الامريكان والبرادش وهو ال-pronunciation في بريطانيا بينطقوها talk امريكا talk ومعناها اصلا يتكلم والكلمة دي بتتنطق في بريطانيا bird امريكا bird طائر اما الكلمة دي بتتنطق في بريطانيا water امريكا water مية هو الاختلافات ما بين البرادش اكسنط والامريكان اكسنط بيختزلوا فيه اربع حروف او مشتركين اللي هما حروف ال-a وال-r وال-t وال-o دول اكتر حروف فيهم اختلافات ما بين اللهجتين انا اخدهم بالتفصيل اولهم a اول كلمة معانا مثلا البريطانيا بتنطقها على طول man لكن امريكا بتمدها شوية تبقى man الكلمة التانية معانا في بريطانيا بتتنطق can امريكا can يعني امريكان بيمدوا شوية letter a ولكن بريطانيا بتخطفوا على طول بيبقى sair زي دي مثلا النطق البريطاني بتاعها father ولكن في الامريكا بتتنطق father غالبا امريكا بتنطق letter a زي ما احنا اخدنا في jolly phonics group number one بيفتحوه شوية بيبقى a لكن بريطانيا بتنطقوا مضموم شوية a او بينطقوا بسرعة ما بيعملوش sound a اللي احنا اخدنا في jolly phonics كده احنا خلصنا اول حرف اللي هو الاي هناخد ال r اللي هما الاربع حروف المشتركة اللي ما بينهم اختلافات ما بين accent الامريكي والaccent البريطاني اللي قلناهم من شوية ركزوا معايا هناخد letter r letter r في الامريكا accent حلو جدا بتنطق في كل الاحوال وبس بتنطق بالطريقة دي r يعني هنا one وفي البريطاني برضو بينطقوا one المشكلة عندنا هنا ان letter r لما بيجي في نص الكلام وبعد منه حرف ساكن هي اللي بيبقى الاختلاف عليها في البرادش اكسنت بيقولوا ان هما ما بينطقوش اصلا يعني هنا هتبقى في البرادش اكسنت garden garden وهنا هتبقى في الامريكي اكسنت door عادية جدا لكن في البرادش اكسنت هتبقى door ال r مش موجودة ليه لانه جي في اخر الكلام يقيم ما بيجي في اخر الكلام يقيم ما في نص الكلام وبعد منه حرف ساكن في الحالتين دول في البرادش اكسنت ما بيطنطاش يعني هنا في البرادش اكسنت هنقول burn ولكن في الامريكان burn ثاني في البرادش اكسنت هنقولها burn مش موجود الار هنا هننطقها في البرادش اكسنت turn مفيش ار أصلا أما في الامريكان اكسنت هنقول turn القاعدة ثاني لتر ار في نص الكلام بعد منو حرف ساكن الار ما بتتنطقش فين في البرادش اكسنت يعني هنا هنقولها في البرادش اكسنت اضا اضا عشان جد في اخر الكلام في الامريكان هنا تتنطأ في البردش أكسنط مفيش OR أصلا لانها موجودة في آخر الكلام ودي حسب القادة ما بتتنطأش الآن اما في الامريكان أكسنط هنقول هنا هننطأها في البردش أكسنط هنقول مفيش OR أصلا لانها موجودة بعد منها حرف ساكن الامريكان أكسنط هيقولوها هنا هتتنطق في البريديش أكسنت مش هتتنطق أصلا الأور لأنها موجودة في آخر الكلام لكن بالأمريكي ناكسنت بريديش أكسنت هننطقها لكن في الأمريكي ناكسنت هنقول هنا في البريديش أكسنت هنقولها في الأمريكي ناكسنت هنقولها مكملين معكم وهندخل دلوقتي في لتر تي وهو الثالث حرف من الحروف المشتركة ما بين الأمريكي والبريديش أكسنت خليكم ركزين معينا بداية حرف تي في الأمريكي ناكسنت بيتنطق خفيف دي شوية دي خفيفة شوية لكن في البرريديش أكسنت يأما بينطقوه تي صحيحة يأما بيشلوه خالص يعني هنا هنقولها في الامريكي ناكسنت بيتر في البريديش أكسنت هنقولها بيتر أما بالنسبة للكلمة دي هنقولها في الامريكي ناكسنت هتتنطق بريديش أما في البرريديش أكسنت هنقولها بريتش أو بريش إما بتنطقها تي إما بتنطقها كأنها مش موجودة أو كأنها همزة على السطر بريش أو بريتش هنا امريكي ناكسنت هنقولها ليرر أما في البرريديش أكسنت هنقولها ليتر تاني يا إما في الأمريكان أكسنت حابب تقولها later في البريديش أكسنت هتقولها letter الكلمة اللي بعد كده في الأمريكان أكسنت أصلاً هتبقى letter T هيبقى silent هتتقيل internet على طول internet مش موجودة وفي البريديش أكسنت هتتنطع internet يا إما أمريكاني internet يا إما بريطاني internet اختار اللي تحبه ونفس الكلام في الورد دي برضو في الأمريكان أكسنت letter T هيبقى silent شوية interview ولكن في البريديش أكسنت هيتقيل T and review نقولها تاني يا إما أمريكاني interview يا إما بريطاني interview وهنا في الورد دي في الأمريكان أكسنت بتاعتها هتبقى letter T زي الهمزة بالزبط هيبقى fatness تاني fatness أما في البريطاني هيتنطع fatness نقولها تاني American accent هتبقى fatness أما في البرديش أكسنت هتبقى fatness بتختار اللي تحبه طيب إحنا كده خلصنا التلات حروف فاضل معنا حرف واحد أخير اللي هو الحروف المشتركة اللي هو letter O وهناخد عليه مثال من الأمريكان والبراتش زي ما احنا متعودين حرف الـ O في الأمريكان أكسنت غالبا بيتنطع مفتوح شوية A شوية مفتوح لكن في البرديش أكسنت بينطعو O صميم زي المثال ده في البرديش أكسنت هينطعو hot لكن في الأمريكان أكسنت بنقولها hot مرة كمان في البرديش أكسنت هيتقال hot لكن في الأمريكان hot والكلمة دي عندنا honey بتتنطع في البرديش أكسنت honey لكن في الامريكان أكسنت بتتنطع honey honey لكن الناس الإنجليز في بريطانيا بينطعوها honey بيدموا ال-O شوية على سبيل المثال كلمة كمان بتتنطع في البرديش أكسنت هتتقال dot لكن في الامريكان أكسنت هتتقال dot 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 وهنا هنقولها في البرديش أكسنت fox ولكن في الامريكان أكسنت بتتقال fox مفتوح شوية fox نما في البرديش fox بتحس إن هم نسمك الكعين في نفسهم شوية كده fox بيبقى لابس لك البرنيت على دماغه كده ومساك لك البتاع فبقه يقول لك how were you معقد معقد يعني مفيش كلام وجينا دلوقتي الآخر اختلاف ما بين اللكنات هو el grammar el grammar ما بين el accent في البرديش و الامريكان الحقيقة موجودة اختلافات كتير ما بين ال grammar في البرديش أكسنت و الامريكان أكسنت تعالوا نشوف مثال بسيط هم استخدموا ال collective nouns اللي هي الأسماء المجموعة اللي هي الأسم الواحد بيشير إلى فريق أو مجموعة اتعاملت كمعاملة المفرد فين في البرديش أكسنت ولا في الامريكان أكسنت الحقيقة ده كان في الامريكان أكسنت يعني مثلا هنا بيقول لنا staff is good قال is ما قالش are علشان ده يتعامل معاملة المفرد بينما ان البرديش أكسنت بيعامل collective nouns دول معاملة الجامع بيقول عليهم are في البرديش أكسنت collective nouns دي زي band زي team هنا عندنا في حالة المستقبل لما الأمريكي يحب يتكلم عن المستقبل أنه هو هيعمل حاجة بيقول well ولكن البريطانيا والإنجليزي بيقول دايما shall بدل well استخدامه الأكتر للshall هنا كمان أفعال في الماضي البسيط في البرست سامبل في الامريكان استخدامها غير استخدامها للبرديش يعني تصرفها في زمن الماضي البسيط ما بتصرفش زي الامريكان أكسنت زي point و dreamt كمان حاجة مشهورين بيها البرديش أو الناس الإنجليز أن هما بيستخدموا دايما السؤال المزيل في كلامهم يعني مثلا دكتور دا كويس مش كده مش كده لي isn't he the doctor is perfect isn't he صح ولا إيه في حاجة كمان في البرديش أكسنت مشهورين بيها أن هما لما بينفوها ما بيقولوش don't need to زي الامريكان لا بيقولو needing to مش محتاج تعمل واللي كان السبب في كل الأخباطة والخناعات اللي احنا فيها دي البناية دا من اللي اسمه نوة وابستر دا شخص كان بيحاول يستقل عن بريطانيا العظمى بيستقل سياسيا واجتماعيا وكل حاجة من ضمن استقلالاته أنه كان بيحاول يستقل اللغة ويغير من شكل اللغة لأن أمريكا كانت في الوقت دا لسه دولة جديدة فكان عايز يعمل لها حاجة سبيشيالية ومن ضمن الحاجات اللي هو عملها كلمة woman كان عايز يعملها ولكن ملحقش يغير شكل الكلمة كانت هتبقى في الامريكان women زي الشكل دا وحاجة كمان التاريخ في البروتاب بداية باليوم بعد كده الشهر العكسي بيبقى في الامريكان بيبدأ بالشهر وبعدين اليوم يبقى في الآخر للسؤال بتاعنا اللي بيلفه في دماغنا طبعا هتكلم امريكان ولا بريدش اكسنت طبعا الجيابة هتكون الاختيار ليك بعد ما انت شفت الفروق الفظيعة اللي احنا عرضناها ليك انت اللي هتختار تحب تتكلم أنهي لغة بريدش اكسنت بالوقتي بعد ما احنا خلصنا كورس هاو تو ازاي تتكلم انجلش زي الأجانب محتاجين منكم تقولوا لنا تحبوا نعمل كورس جعلي فانيكس المجموعة التانية اللي هما الست أصوات التانين اللي بعد أول ست أصوات أخدناهم ولا نعمل كورس خاص برمضان والمصطلحات اللي خاصة بشهر رمضان المبارك هتكتبوا لي تحت في الكامنس كل حد حابب حاجة والرأي الأغلبية لكلك وهلاقيكم متفقين عليه هو اللي هنشتغلوا كورس الفترة الجانية أي حد داخل القناة لسه جديد لأول مرة من فضلك هعمل subscribe اشتراك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك إشعارات بكل حاجة بنزلها وتقدر تشوفها ومفيش حاجة تفوتك أو تقع منك شكرا للمشاهدة